العمل اللي أنا بقدمه وبيهمني جداً إنه كمان ينال إعجابه والحمد لله من ردود الفعل اللي بنشوفها بالناس بنحس إنه إحنا ماشيين بالاتجاه الصح عم نطرح إشي قريب من من الناس يعني ما بتطلب ثقافة عالية جداً عشان أنا أتذوق العمل الفني نعم يعني كل هاي أشياء إيجابية بتشجعنا إنه نستمر ما شاء الله أنا بطلع شوية بتكلم عن مسلوب الفن هذي إذا حولناه لبزنس في مجالكم أنت ومدام ميسون القطع اللي تسوونها واللي هي تطلع قطع جميلة وأنت ترضون عنها والناس ترضى عنها تحاولون تسوون منها خط انتاج بيع هل تسوونهم قوالب سيليكون وتصبونهم بحيث يكون عندهم غزارة تنتاج منها وتوزعهم بالسوق ولا بس تتعملون نسخة وحدة أنت كفنان إذا بدك تستمر بإنتاج عمالك الفنية اللي تقدمها لازمك مصدر دخل برضو ممكن تتفرغ أنت كفنان تتفرغ لأعمالك الفنية ويكون مصدر دخل وحيد من خلال أعمالك أنت كفنان سألتك السؤال تعرف ليش؟ لأن أي واحد يشوف قطاعكم يحب ويتمنى أن يمتلكها بصراحة أنا تكلم عن نفسي فهي قطاع اللي يشوفها يقول هاي قطاع بياعة يعني أنا أريد أن يمتلكها فأتوقع أنتم بعد ما تحبون تحرمون المشاهد أن يقتني قطاعكم وبعد أنت ما بتقدر مثل ما قلتلي أنك تبيحها بالسعر الغالي لأنها قطعة وحدة إلا إذا عملت لها نسخ تذيب يقل سعرها وتقدر توصل للمستهلك أو للمتابع حال كثير فنانين بيعملوا الموضوع المتد ادشين أو إنتاج كمحدودة الكمية بحيث أنك بيضل فيها الأصالة بيضل أن هذه القطعة مش تجارية مش متكررة كثير صحيح إلها رقم يعني إلها شخصيتها لك قطعة نسميها في عالم المادر كوب النسخة الأم هذا الكل يتمنى أن يمتلكها